سيدنا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المشاهدة الكريمة تسأل يعني لماذا يفضل سيدنا على سائر الأنبياء في المكانة لأنه هو اللي قال هو اللي قال شوف قالك أنا سيد ولدي آدم ولا فخر ده مش فخر سيد ولد آدم هو ده هو سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء الكون كله منذ بدايته إلى بعثة النبي كان يتهيأ لمجيء الحبيب صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء كان يبلغ بعضهم قومه بنبي آخر الزمان كل الأنبياء كان يبشر بنبي آخر الزمان يعني الكعبة وما حولها كل ده كان بيتهيأ لاستقبال رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويكفيه عندما قال أنا سيد ولدي آدم ومص للتواضع ولا فخر هو لا يفتخر طيب وليب يخبرنا بهذا دي المكانة خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر بهذا إلا عندما أخبره الله أن يخبر فقط ربنا أقول له عشان تظهر مكانته في الكون وتظهر عظمته في الكون ويظهر فضله على كل الناس وعلى كل الأنبياء فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسقينا من يده الشريف شربة لا نطمأ بعدها وأن نكون تحت لوائه دنيا وآخر